أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصونة نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ الرابع عشر من كانون الثاني للعام الحالي وأحدد النظام الأنشطة الاقتصادية التي قيدت ملكية أو مساهمة أو مشاركة غير الأردني فيها بنسبة تقل عن 50% ويضع النظام آلية واضحة وشفافة للحصول على الإعفاءات الأساسية التي نص عليها القانون أو قانون البيئة الاستثمارية والمتمثل في إعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى إخضاع هائل الضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث بدأ يعني دخل حيث التنفيذ في الرابع عشر من الشهر الحالي كما أثلتهم في مقدمة التقرير وبالتالي تبقى للمادة 51 من القانون التي ألزمت مجلس الوزراء الحقيقة بإصدار نظام لتنفيذ أحكام هذا القانون جاء إصدار هذا القانون والحقيقة كل هذا يأتي تنفيذ إلى رؤية جلالة الملك الشاملة للتحديث الاقتصادي بحيث نتوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة المنطوط عليها في أحكام القانون نحن في مجلس النواب يعني ننظر بإيجابية بالقة إلى إصدار هذا النظام في هذا الوقت وتزامنا مع دخول القانون حيث النفاذ وأود التذكير هنا أنه أثناء المداولات في شهر عشر الماضي في الدورة الاستثنائية الماضية تعهدت الحكومة على لسان نائب رئيس النظراء للشؤون الاستثابية بأن يضع النظام بالوقت المحدد وأن تجرى المشاورات معه وبالفعل هذا ما تم تم إجراء مشاورات مع عدد من القطاع الخاص بالإضافة إلى اجتماع مع لجمة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خلال هذا الأسبوع والتي قدمت فعلا ملاحظات جوهرية تم الأخذ بها وبالتالي يعني تكون الحكومة قد استكملت كافة الحلقات للبدء بالتطبيق الفاعل لأحكام هذا القانون وبالتالي هذا النظام الذي جاء اليوم في 18 نظام مدمج 18 فصل تم دمجه في نظام واحد نحن نعتقد أن هذا شيء إيجابي للغاية هذا يسهل على المستثمرين بحيث يتمكن المستثمر من قراءة النظام والإجراءات وفق نظام واحد دون أن يكون هناك اختلالات كما حدث في قانون القانون السابق اللي صدر عام 2014 وكان يعني أكثر من 52 نظام ينظمه بما قيد تطبيق أحكام القانون الأردن اليوم يعني استفاد من التجارب السابقة والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم تمهد الأرض أمام المستثمرين للقدوم إلى الأردن والاستثمار من خلال إيجاد بيئة تشريعية وإطار تشريعي مناسب نعم هل تنطبق هذه الإيجابية كذلك على آلية الإعفاءات المطبقة من خلال هذا النظام بكل تأكيد أي يعني هذه الإعفاءات أصلا روسمت دموجة بأحكام القانون والنظام جاء ليفصل هذه الإعفاءات وحدد الأحكام الدقيقة للتنفيذ كما تعلم نفس الكريمة أن القانون يأتي بأحكام عامة بينما يأتي النظام بالأحكام التفصيلية التي تتحدث عن مدة التفصيل على سبيل المثال من ضريبة الدخل للأنشطة الاقتصادية التي تقام في المناطق الأقل مموان وجاء هذا النظام ليعارث من هي المناطق الأقل مموان وأيضا الأنشطة المقيدة وعلى سبيل المثال في المناطق الأقل مموان قسم هذا النظام المناطق إلى فئات على سبيل المثال فئة ألف تتمتع بإعفاء من ضريف الدخل للمدد 5 سنوات في الد deafريق التشغيل العجي والمناطق في الفئة با تتمتع بنسبة تخطيب مقدار 75% من قيمة ضريط الداخل لمدر 5 سنوات والمناطق الجين تتمتع بتخطيب مقدار 50% لمدر 5 سنوات وقسم المناطق في المملكة وجيوب الفقر بحيث انضوا تحت إطار هذه المناطق الثلاثة وكما تعلمي أن القانون جاء بأحكام عامة أما الأحكام التفصيلية فهي التي تأتي في هذا النظام وأنا باعتقادي كمطلع على الشأن الاقتصادي ومتابع له أن هذا النظام جاء بشكل واضح دون أن يترك أي مجال للإجتهاد واللبس وهذا من شأنه أن يسهل على المستثمر حتى يقرر ما هي الأنشطة الاقتصادية التي يرغبها وحتى على مستوى الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المقيدة جاء هذا النظام ليوضح ما هي الأنشطة الاقتصادية المقيدة وكيف يستطيع المستثمر أن يتعامل بها وبالتالي سلسلة الحوافظ التي جاءت في النظام جاءت متوافقة تماماً مع مسروع القانون ومع الرؤية التي أرادها المشاريع عندما أقر قانون البيئة الاستثمارية في الرابع عشر من شهر عشر إلى أبتوبر الماضي وبالعكس هذا النظام جاء متوسعاً لشمول الأنشطاء التي تنضوي تحقيق الخدمة الاستثمارية الثانية التي حلت محل النافذة الاستثمارية في القانون السابق شكراً جزيلاً لك عضو مجلس النواب خير أبو صعي لك